هنروح للأهلي وفيوتشر شايف من أقرب للفوز بهذه المباراة خلال ساعة هذا اليوم طبعا هي مباراة قمة خلينا نتكلم برضو ندي فيوتشر حقه هو بيرامدز تاني الدوري تالت الدوري هو فيوتشر فيوتشر فريق عنيد جدا فريق قوي جدا عنده توليفة من اللاعبين ممتازة ومحترمة كلام ده مش كلامي كلام ده النتائج اللي عملها فريق فيوتشر لأنه وصل للمركز الثالث وبيصار معنات الزمالك أنه هو ما يخليش الزمالك يشوف المركز الثالث تماما ونفسه يصل للمركز الثاني وإن كان ده صعب بإمكانيات وقدرات بيرامدز وخلاص بقي ثلاث مباريات فمن الصعب جدا أنه هو يصل لعدد نقاط بيرامدز وبيرامدز مش حيسكت على هذا الأمر طبعا الأهلي متفوق الأهلي متصدر الأهلي جعان بطولات الأهلي وحش البطولات هذا الموسم خسر الدورة المصري الموسم اللي فات خسر السوبر خسر كاس مصر خسر دورة أبطال إفريقيا فهذا الموسم الأهلي عادة لترتيب الأوراق مش هزول العادة لينتقم عشان الناس بتزعل والسوشيال ميديا بيستغلوا هذا الكلام لا الأهلي عادة لرد الاعتبار فحصل على دورة أبطال إفريقيا حصل على الدورة نظريا وعمليا أنا بقولها طبعا مش شايف يشوف ده بالتأكيد الأهلي خلاص فاز به الدورة المصري كاس مصر السوبر المصري طبعا السوبر الإفريقي جاي كمان دورة أبطال إفريقيا أنت فست به رايح كاس العالم من الأندية فالأهلي من الصعب أنه يقصر المباريات اللي جاي عنده طبعا المباريات طبعا ولا أهم لكن كل الفرق قدامها ثلاث مباريات فقط فمن الصعب أن الأهلي طبعا مباراة مهمة جدا ولكن أتوقع أن الأهلي سيفوز على فيوتر شايف أن كولر سيستمر في عملية تدوير اللاعبين على مستوى تشكيل بص كولر من المديرين الفنيين الأسكياء جدا كولر ليس بالمدير الفني العالمي وما هو مدير الفني اللي جاي عنده تعالى بأوروبا أو عنده صوالات وجوالات في أفريقيا مثلما فعل موسيماني مع الأهلي وقبل أن يدرب الناد الأهلي ولكن في نهاية كولر نجح أنه يصنع مشروع سويسري جديد بعدما فيلر اشتغل على الأرض مع الناد الأهلي ثم رحل بعد إهداء بطولة الدوري لموسيماني والأهلي فكولر مدير فني ذكي بمعنى أنه هو قدر واستطاع أنه يعطي أكثر من فرصة لأكثر من لاعب على مستوى الناد الأهلي أنه هو يعيد ترتيب أوراقه تعال يا أفشا وريني إمكانياتك واتولي أفشا وشريف تعال وريني نفسك أنتوا الاثنين أيه الثنائيات اللي موجودة في الأهلي كهرباء نجم الشباك اللي عليه الأزمة والزمالك والحكاية والرواية والحدوتة تعال يا كهرباء شوف الدنيا فالراجل إدى حتى بيرستاه وإداله فرصة كراس حربة وكجناح طائر فالراجل عنده سياسة أنه أنا عايز أشوف كل اللعيبة عايز كل يبقى جاهز عشان أقدر أختار وأصل للتوليفة الأساسية في ظل صعوبة الخصول على صفقات جديدة خاصة على مستوى المهاجم السوبر فأتوقع أنه كله سيستمر في السياسة التدوير وأتوقع أنه سينجح خلال الفترة القادمة على مستوى إرضاء طموحات جماهير وإدارة الأهلي سؤال الأخير فيوتشار مهدد من فقطان المركز الثالث بجدول الدوري بعد الهزيمة الأخيرة أمام المصري بتشوف فرصه عاملة إزاي؟ يعني في دقيقة واحدة بستقبل الوقت الفرص قائمة جدا ما بين فيوتشار والزمالك الاثنين يعني خلاص وفرق نقطة تقريبا ما بين الاثنين فبالطبع لعبة القط والفقرة هتبقى موجودة في ثلاث مباريات القادمة ولكن أنا شايف أن فرص فيوتشار هتبع أفضل من الزمالك الزمالك عنده مباريات مهمة جدا على رأسها مبارات القمة الأهلي يعني فيوتشار هيخلص الأهلي النهاردة هيلاعب الزمالك ففيوتشار والزمالك أنا أعتقد أنها هتكون المباراة الفاصلة فمن سيحصل على المركز الثالث في الدوري الممتاز في هذا الموسم ففيوتشار طبعا نحدث ولا حرج مباراتين ولا أهم يعني وداخ المعسكر كده أسبوع هيطلع من الأهلي عالزمالك القطبين ولا أحلى يا حبيبي ولا أحلى فخلاص فأعتقد أن فيوتشار مباراته مع الزمالك ستحسم بشكل نهائي صاحب المركز الثالث شكرا لك السيد سامح سمير ريناق دريادي نورتنا وشرفتنا في السوديو صباح الخير مصر رقيت الضوء على يعني مباراة الدوري المصري المتازجة وأيضا مباراة منتخبنا الولمبي في بوطلة أفريقيا شكرا جزيلا لحركة نورتنا أشكرك وصباح الخير عليك وعلى أستاذ المشاهدين وإن شاء الله نتفاقل بمنتخب مصر الأولمبي ونيجي ونحتفل بالوصول لأولمبيات فريق بإذن الله متفاعلين بإذن الله